موسيقى مساء الخير أفادت معلومات عن وقوع انفجارات في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية داخل المخيم وتبين أنه ذخيرا فجرت بأحد مراكز حركة حماس ولم تعرف الأسباب وطوق بعد الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم وقد سمعت أصوات التفجيرات في صور والقرى المجاورة وإلى مؤتمر صحافي لوزير العمل مصطفى بيرم بمحاولة لتبديد هواجس اللبنانيين فهل نجح؟ هل هي مجرد دعس نقصة قام بها وزير العمل أم تخفي ما هو أكبر من ذلك؟ الأكيد الوحيد أن كل التبريرات التي قدمها الوزير مصطفى بيرم في مؤتمره الصحفي اليوم لم تبدد هواجس اللبنانيين وشكوكهم متسلحا بقرارات وزرية سابقة مماثلة كما قال أطل وزير العمل ليؤكد أن ما كان ممنوعا على الفلسطينيين لا يزال كذلك ما كان ممنوعا بموجب الدستور ما كان ممنوعا بموجب القانون ما كان ممنوعا بموجب المراسيم وبموجب القوانين المتعلقة بالمهن عنها مثل الطب مثل المحامات مثل الهندسة مثل الخبراء المحاسبة وغيرهم ما زال ممنوعا انا ما اقربت صوبهم اصلا ما عندي صلاحية اقرب صوبهم المسألة الفلسطينية اخدت حيز صغير جدا نقلت زيت العبارة الموجودة بالقرارات اللي قبل زيتها موجودة عند معالي الوزير بطرس حرب عند معالي الوزير سجعان ازة عند معالي الوزير محمد كبارة وعند معالي الوزير سليم جريساتي فشو اللي صار ما بعرف انا بأكد لكم تسعين بالمية ممن انتقدنا والله لم يقرأوا القرار اذا كان وزير العمل قد نسخ فقط القرارات الوزرية السابقة فلماذا لم تقم قيامة المهن الحرة والقطاعات الا اليوم فقط فالمشكلة هي بتوسيع مروحة الاستثناءات الدائمة والعابرة بما لا يخدم مصلحة العامل اللبناني كما يؤكد مصدر سياسي للوتي في وهذا ما اكده ايضا وزير العمل السابق سجعان ازة في اتصال مع الوتي في الذي شرح ان بيرم ادخل تعديلين اساسيين على القرارات السابقة التي كانت تحصر عمل الفلسطينيين بما دون الفئة الثالثة ولكنه اليوم ازال هذا الاستثناء وفتح سوق العمل لهم على مصرعيه كذلك كان عمل السوريين محصورا بقطاعات ثلاث هي البناء والزراعة والنظافة فقام بيرم بازالة هذه الاستثناءات ايضا فضلا عن كونه لم يميز بين النازح السوري والعامل السوري وكل ما سبق خطوات متقدمة باتجاه التوطين والدمج رغم ذلك يصر وزير العمل على عدم التراجع عن قراره وهو رد بالسياسة على اتهامات التوطين التي طالته اذا بيتبين في شيء والله قدمه طعن بمجلس شهور الدولة نحترم هذا الامر منشوف شو الاشكالية اللي بتكون موجودة منعدلها عندي جرأة الاقدام وجرأة التراجع عند اي خطأ لكن التراجع عن القرار ليس واردا لانه مش عام هذا قرار عم بكرر قرارات سابقة فيما يتعلق بالتوطين هالمسألة حقيقة ممكن يقولوا ولا كل شي في ناس بلبنان الا لألم نحنا قدمنا الدم نحنا اللي اسقطنا صفقة القرن نحنا اللي قدمنا خيرة شبابنا نحنا اللي قدمت بيوتنا لنمنع التوطين فطلا عن ذلك ليش الفلسطيني بده توطين بعيدا من السياسة يؤكد رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص للأو تي في ان قرار بيرم جاء باستثناءات واسعة تخالف الدستور والقوانين اللبنانية ومتطلبات سوق العمل فالدستور يمنع التوطين صراحة وهذا الشكل من اشكاله في ميدان حقوق العمل لانه جاء مطلقا من دون شروط ومعايير واضحة ومدروسة تلبي النقص في حاجات السوق كما ان بيرم توسع في الاستثناءات من حيث اعطاء الفلسطينيين حق العمل من دون معايير تفصيلية واكتفى بان يكونوا قد ولدوا في لبنان او تزوجوا لبنانية او حتى بمجرد انهم تسجلوا امام وزارة الداخلية الامر الذي من شأنه مزاحمة اللبنانيين على نحو مطلق اذا اكل ما سبق تبقى العين على قرار مجلس شورى الدولة في ضوء الطعون التي سيقدمها اكثر من قطاع قريبا لابطال هذا القرار فهل ستطوى فعلا هذه الصفحة ام اننا بدأنا للتو مرحلة جديدة تطرح اكثر من علامة استفهام حول صمت بعض المرجعيات والافريقاء السياسيين الاساسيين حولها تطور في ملف انفجار مرفأ بيروت شكوى من اربع موقفين امام الامم المتحدة ضد الدولة اللبنانية ومصادر متابعة تسأل عبر الوتي في ماذا يعني قول البطار اذا اخلي سبيل الموقفين يفرغ الملف تقرير نانسي صعب تطور هام سجل في ملف انفجار مرفأ بيروت بدخول عامل جديد حيث نقل اربعة من الموقفين السبعة عشر قضيتهم الى المستوى الاممي عبر شكوى ضد الدولة اللبنانية تقدم بها كل من المدير العام للجمارك بدري ظاهر المدير العام السابق للجمارك شافيق مرعي المدير العام للجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريتم ومدير الخدمات الجمركية حنى فارس الى فريق الامم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي عبر المحامية راشال لوندون في باريس وهي عضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية خلال ايام يفترض ان تتبلغ وزارة العدل هذه الشكوى عبر وزارة الخارجية وموضوعها يأتي في خانة اعتبار الموقفين معتقلين بشكل تعسفي وغير قانوني وان توقيف كل من مرعي وقريتم وثارس وظاهر واحتجاز حريتهم من دون اي سبب بعد الانفجار سوى كونهم يشغلون مناصب وظيفية حالية او سابقة ومن دون اتاحة القدرة لهم للدفاع عن انفسهم ومن دون تمكينهم منذ تاريخ احتجازهم من الطعن بشكل فعال بقانونية الاجراءات التي تخذت بحقهم وهو ما ينافي قواعد العدالة في بيانها تشير لندن الى عدم وجود اي سبيل للمراجعة في مذكرات التوقيف الصادرة بحق الموقفين واستمرار حبسهم الاحتياطي لاجل غير مسمى وهذان امران يشكلان دليلا اضافيا على اعتقالهم التعسفي مفعيل هذه شكوى معنوية اكثر منها الزامية واجرائية بحسب ما تؤكد مصادر قانونية عبر الوتيفي لكن اهميتها تكمن في امكانية استفادة الموقفين منها لاراحة المحقق العدلي باعتبار القرار الذي يصدره فريق الامم المتحدة هذا مستندا يمكن للبطار ركون اليه لتبرير اخلاءات سبيل الموقفين لا سيما وان اقصى جرم يمكن للموظفين الاداريين ارتكابه في مثل هذه الجريمة هو الاهمال بينما هم يلاحقون بالقصد الاحتمالي ويضيف المصدر القانوني ان المحقق العدلي يتجه الى توقيت اخلاءات السبيل مع صدور القرار الاتهامي الذي من شأنه ان يحدد المسئوليات بما يشكل تبريرا له لسيما ان البطار يبدي تعاطفا مع الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ ويشير المصدر عينه ايضا الى استعطاف البطار لاهالي الشهداء انطلاقا من ان ابقاء الموقفين موقفين لفترة اضافية لا يضاهي استشهاد ذوي الاهالي لكن هذه المقاربة هي الابعد عن منطق العدالة والحقيقة يشدد المصدر علما ان المخالفة الاساسية بالنسبة اليه كانت استعجال مجلس الوزراء باحالة القضية على المجلس العدلي باعتبار مسبق ان الانفجار مفتعل بدلا من ترك القضاء يأخذ مجاه فيحدد اصل الجريمة وصلاحية المجلس العدلي من عدمها في مقابل كل ذلك يبرز ما نقلته مصادر متابعة للملف عن القاضي طارق البطار الذي ردد امام اهالي الموقفين تكرارا ان اتركوا توقيت اخلاء سبيلهم لي لكن هل يبقى التوقف مفتوحا على قاعدة ان اخلاء سبيل الموقفين يعني نهاية الملف وتسأل مصادر متابعة هنا ماذا يعني قول المحقق العدلي اذا اخليت سبيل الموقفين يفرغ الملف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحط في قصر بعبدة والبحث ركز على عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين في قصر بعبدة حط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم حاملا معه سلسلة من النقاط الرئيسة بحث فيها مع رئيس الجمهورية العمد مشالعون حيث أشارت المعلومات إلى أن في بداية الاجتماع أطلع ميقاتي الرئيس عون على نتائج زيارته للعاصمة المصرية القاهرة والمباحثات التي قام بها هناك بخاصة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولفتت المعلومات إلى أن أجواء هذه المباحثات كانت جيدة وهناك إيجابية بالنسبة إلى الكميات والأسعار والتواريخ التي سيتم فيها ضخ الغاز المصري للبنان أما النقطة الرئيسة الثانية فهي الأوضاع الاقتصادية في لبنان رياض سليمي والانعكاسات السلبية التي أدى إليها بالتوازي مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولفتت المعلومات إلى أن البحث في هذه النقطة تركز حول النتائج التي قد تترتب عن هذا التعميم مع أنه خفض سقوف الدولار وأضافت المعلومات أن هذا لا يمنع الصيغة التضخمية بخاصة أن هناك حاجة في السوق اللبناني إلى العملة الصعبة أما النقطة البارزة الثالثة فهي التدعيات السلبية لعدم انعقاد مجلس الوزراء حيث يؤثر هذا الأمر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزرات والإدارات العامة ومصالح المواطنين بخاصة أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتين زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة وأشارت في هذا الإطار المعلومات إلى أن صيغة الاستقرار السياسي تعطي انتباعا مريحا فيما يتعلق بسعر الصرف ولو كانت الحكومة تجتمع لا كانت تأمن الحد الأدنى من هذا الاستقرار ولا كانت وضعت خطة منعة انهيارا سريعا للليرة في مقابل الدولار إلى حين الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى ذلك لفتت مصادر رئيس ميقاتي عبر الأوتي في إلى أنه إذا تأخرت الأمور أكثر فيما يتعلق بالدعوة إلى جلسة حكومية قد يرحل الأمر إلى ما بعد الأعياد وهذا ما لا نتمنى ختمت المصادر فاصل ومن تابع أخبار المساء إلى فقرة كورونا اليوم وموضوع ماراتون فايزر لكل الفئات كورونا مرض معقد من ناحية كيف يتكونوا الموجات بس اللي بيقدر يعملوا المواطن هي أشياء بسيطة مش عم نذكر فيها اليوم أول شيء التباعد الاجتماعي ولبس الكمامي صار أكتر من ضرورة ثاني شيء التشخيص المبكر عن ظهور أي عوارة تشبه كورونا فحص الانتجانل والفحص البي سي آر لازم يكونوا مهمين لنقدر نشخص على بكير ونحمل الناس الحوالي للشخص المنصاب والشالة الثالثة هي الفاكسيناسيون تطعومي بشكل واضح بيخففه من أعداد الحالات بيفوته من أعداد الوفيات ونحن نطلب من الجميع أنه يعززوا مناعتهم أو يطعاموا خاصة قبل موسم الأعياد هذا الويكيند نطرين الكل بمراكس فايزر كنت من عمر 12 وطلوع كنت مسجل أو ما كنت مسجل نحن نطرينك لحتى إذا أريد أن تأخذ الفاكسين نساعدك تحمي حالك وتحمي عائلتك خلال موسم الأعياد ختام أخبار المساء شكرا للمتابعة وتصبحوا على ألف خير